عندما انتقلت إلى القاهرة مع بداية الدراسات الجامعية كان جزء أساسي من جمال القاهرة هو تعد الدور السينما بها فكانت دور العرض الصيفية لها ماذا قوة الخاص ففي حي شبرى حيث سكنت في البداية وحيث طلاق أطياف أليان المصريين كانت هناك دار عرض صيفي سينما للجندول وأغلب روادها من اليونانيين الذين كانوا يسكنون شبرى وسينما أمير بطابقائها المتميزين والتي كانت تضم نوعيات مختلفة من الرواد الذين جاءوا لمشاهدة فيلميني في عرض واحد وكنت أحسد سكان المنازل التي كانت تطل على شاشات السينما المجاورة لهما فمن شرفات منازلهم كانوا يستطلعون مشاهدة الأفلام نفس الحسد والله اللي كان عندي يا صزر أوف تجاه كل حوالي السينما الصيفي اللي عندنا ببلدنا كانوا يتفرجوا علينا البلكونة ولا للذين أما الفسحة الحقيقية فكانت النزول إلى قلب المدينة ودخول سينما روفولي واو وقمة الإبهار بصعود آلة الأرجان من البطن المسرح ليعزف عليها أحد الموسيقيين قبل العرض سينائي وهسناء الاستراحة وكانت رائحة الطعام المشوي والمحمر تدعي بأنوف زبائن صالة السينما ولكن دون كلمة جارحة أو شائكة تخدش هذا الجو الأنيق جو الأنيق بس جو الأنيق الفخيم الفضيع وكانت المتعة كاملة متعة المكان ومتعة الفيلم المعروض وزاد عشقي للسينما وبدأت أقرأ وأكتب عنها وأجمع صور الأفلام في نهفة واشتياق حقيقي وكأني أجمع صور المناسبات السعيدة التي تمر بحياتي الدين لله والسينما للجميع أنتوا عارفين أكتر كيان أكتر حالة عبرت عن الشعار العظيم اللي ارتفع سنة 1919 في صورة مصر الكبيرة العظيمة الدين لله والوطن للجميع كان السينما المصرية والسينما العربية عموما الدين لله والوطن للجميع الدين لله والسينما للجميع السينما سينما التعايش من اللحظة الأولى تعايش للأديان وتعايش بين الحضارات والثقافات وبين الرجل والمرأة وبين كل الأطياف والأجيال التعايش هو لغة وحياة وعظمة وعبقرية وروعة الفن والسينما تحديدا أول تعايش بين الأديان في السينما بدأ من وراء الكاميرا مش من اللي قدام الكاميرا كمان مش من الشاشة اللي احنا نتفرج عليها لا من صناع السينما العربية والمصرية خد بالك لما تتفرج على أي تتر من الأفلام الأديمة من الأربعينات والثلاثينات لغاية منتصف الستينات هتلاقي في التترات مجموعة أسماء إشي تايلاني إيطالي على يوناني على أجريجي على روسي على نمساوي على أمريكا كلهم كانوا موجودين عناصر في صناعة السينما المصرية اللي هي عشان كده سينما عالمية وسينما عربية لأنه ده كان كده من اللحظة الأولى من اللحظة الأولى المخرج الأول في السينما اللي بيعمل محاولة الريادة هو يهودي وداد عرفي أو توجو مزراحي مخرج يهودي من اللحظة الأولى أول فيلم صامت كوميدي في مصر كان اسمه برسوم يبحث عن وظيفة شلوم يبحث عن وظيفة كمان شلوم برسوم يبحث عن وظيفة وفيه مجموعة أفلام بطولة شالوم أول ممثل كوميديان مصري على الشاشة شالوم شالوم المصري مواطن مصري اسمه شالوم يهودي من اللحظة الأولى بقولكه وأتمنى أن تكون حتى اللحظة الأخيرة احنا قصاد حالة التعايش بين الأديان جوه السينما المصرية يكفي ان انا احكي لك انه فيه فيلم مصري سنة 1961 اسمه رسالة إلى الله كل حاجة في الفيلم ده هي عنوان وانا عايز اتكلم عن التعايش بين الأديان في السينما المصرية هتكلم على الفيلم ده كنموذج وامثولة هائلة جدا ازاي الفيلم ده أولا اسمه رسالة إلى الله وعنوانه كل وحده يعني خطر ثم حكايته حاجة غريبة جدا ابنة وطفلة بتكتب رسالة ربنا عشان عروستها اكسرت وضعت وكده فبكتبت رسالة ربنا عشان رجع لها عروستها فالأب بيستغرب واندهش اسم الحكاية دي وتعالنا عن الموضوع ده على انه ترفى تمضي الأيام والسنين هذه الطفلة تكبر وتصبح بطلة الفيلم بتاعتنا يعني لكنها تصاب بمرض يعجز الأطباء عن حل سر هذا المرض وعلاج هذه الفتاة فإذا بأولدها يكتب رسالة إلى الله كما كتبت ابنته الطفلة ويبعث الجواب لربنا القصة دي أظن دلوقتي أظن أظن انه هيبقى صعبة أو يتظهر على شاشة طب لما أقولك بقى ان القصة دي تأليف عبد الحميد جودة الصحاري المؤلف المصري والفيلم إنتاج إبراهيم زكي مراد المنتج اليهودي وإخراج المخرج كمال عطية المخرج المسيحي يبقى ده تعايش ولا مش تعايش يبقى ده عنوان كبير لأنه السنة المصرية يقدر يوسف شهين المخرج المسيحي ينتج الناصة الصلاة يخرج الناصة الصلاة الدين ويبقى انتاج ماريكويني مرضو المسيحي اللي هي طبعا يعني متجوزة مسلمت قصة تانية ولما نشوف حاجة أو أسيا لكن لما نشوف كمان حاجة عظيمة جدا حسن الإمام وهو بيخرج لنا فيلم الراهبة وفيلم الشفيقة الأبطية لما روح الى السينما وقدرتها على تقديم هذا التعايش ده من المرحلة مبكرة جدا احنا قصاد بديع خيري ونجيب الرحاني اللي هو الثناء الأعظم في تاريخ الفن المصري نجيب الرحاني يفاجأ بان بديع خيري مسلم لما راح يعزيه فلا العزة مسلمية اكتشف انه ده بديع خيري مسلم بديع خيري عاش وعمل مع نجيب الرحاني ولما اسأله في يوم من الأيام وانت مسلم ولا مسيح عارف متأخر اوي ولما شوف فيلمين عالمتين مهمين اوي في تاريخ السينما المصرية فيلم جميل ورائع اسمه فاطمة ماريكا راشيل واندهاء فاطمة وماريكا وراشيل ده محمد فوزي يتكلم عن فيلم بطولة السحر الرائع المدهش المزهل محمد فوزي الاستثنائي محمد فوزي بيعمل الولد اللي هو الشائي اللي بيبني علاقات عاطفية على سبيل النصب والتسلية على ثلاث بنات فيبقوا فاطمة وماريكا وراشيل المسلمة والمسيحية واليهودية عادي الثلاثة بتنصب عليهم عادي على فكرة يعندوش مشكلة في توزيع النصب على الثلاثة صحيح طبعا ما في شك ان السحر المصرية تعاملت على شخصية اليهودي بالنمطية شديدة في أفلامها طول الوقت اليهودي هو فانوسة فندي بتاع الحسامات اللي هو لازم يتكلم بطريقة خنفة ويبقى عامل كده طول الوقت يتكلم حتى استفار رستي الممثل الجميل الرائع وهو بالمناسبة واحد برضو من التعيش بالأديان براجل نمساوي يعني نمساوي مصري ولما بيقوم بالدور ده كأب اليهودي يعني لازم يعمل لكن عموما حالة النمطية دي مش موجهة ضد دين في السينما الإناء هي أساسا حالة فنية موجودة بشكل يعني عابر للأديان في السينما مصري فلاقي فاطمة وماريكا ورشيل وحتى بيغني لهم حتى بيغني لهؤلاء بالتلاقي التلات فاطمة وماريكا ورشيل يعني وطبعا هذا التعيش الجميل يبدو معنا برضو في مصرحية تحولت إلى فيلم مصرحية من تأليف نجيب الرحاني وفادي جزيرلي عملها فيلم اللي هو حسن ومرقص وكوهين والحقيقة أنا بعد شوية شفنا فيلم حسن ومرقص للأستاذ عادل الإمام وعمر الشريف أنا خايف أن بعد شوية يبقى فيلم اسمه حسن بس أدي كوهين راح ومرقص يروح ويفضل حسن فالسينما مصرية لازم تبقى وتعيش عنوانا لتعايش الأديان وداعية رائعة عظيمة بالفن وبالمجدان وبروعيك هذا الفن والمجدان إلى إنه السينما تبقى لإحياء هذه الروح الرائعة بالتعايش الروح حسن ومرقص وكوهين الفيلم اللي قلتك سنة 54 واللي كان لطولة حسن فايق واللي كان فيه حسن ومرقص وكوهين وخوفي على حسن يفضل لوحده بعد ما راح كوهين والمؤلم ويقف فيها كمان مرقص وفي لحظات الجفاف كنت أعود إلى خزين الصور السينمائية لأمتلئ من جديد بشحنة الحلم الجميل الذي زرعته السينما في داخلي حلم اكتشاف الحياة واكتشاف العالم واكتشاف كيف يفكر الآخرون وكيف يبدعون وكيف يصنعون من الفن رسائل مختلفة رسائل في الحق والعدل رسائل في الحكمة والمعرفة الإنسانية رسائل في الحب والخير رسائل أيضا في الغضب والكرهية والانتقام ومن تعدد المشاهدة ورغبة في التأمل والتحليل وقراءة ما وراء الصور والكلمات تكونت تلك المصفاة التي تفرز الجيدة ورديئة وضاقت ثقوب المصفاة أكثر وأكثر مع الصفر إلى الخارج وحضور المهرجانات السينمائية واكتشاف صور جديدة من السينما التي لا تصل إلينا فهناك تجارب ومحاولات فنية وصادقة ومهمة تحدث في أنحاء العالم ولا تتجمع إلا في المهرجانات السينمائية الدولية وهنا يتحول العشق الطفولي إلى نضج وفهم أعمق وما كان في البداية فرحا بالصورة أصبح فرحا بالمعنى ما وراء الصورة ومن هنا تشكلت تجربتي في النقد السينمائي هلأ لوين بقى فيلم لبناني ولبنان نفسها تعوم طول الوقت تطفو طول الوقت على فتنة نائمة لعنى اللهم أنا أيقظها لكن كتير قوي بيحاولوا ييقظوها وهي مش نايمة قوي يعني فتنة العسانة يعني مغفلة شوي ففي أي حد لو جهي عن أي صوت تعرف له النوم خفيف فالفتنة النائمة في أوطاننا العربية وبالذات في لبنان نومها خفيف قوي يعني أي حد معدي جنبها الفتنة هتصحى من النوم فلما يجي فيلم جميل زيها هلأ اللوين لنا دين لابكي يعالج هذه القصة قصة الفتنة بيننا الفتنة الطائفية الفتنة المذهبية اللي هي دعوة في مواجهة هذه الفتنة وهذه الطائفية إلى التعايش طبعا المعالجة اللي عملتها ناديل لابكي في الفيلم معالجة يعني ساخرة لطيفة خفيفة الظل فيها الروح النسوية الجميلة إنما هي مجرد عنوان على الأزمة وعلى المشكلة وعنوان على إنه ما تحلوا مشاكلكوا يا جماعة بعيدة عن أنتوا ترفعوا أسلاحكوا على بعض عارفين الفيلم بيحكي عن إيه؟ عن هذه الحرب الأهلية المندلعة في البلد فتكاد تعصف بهذه القرية فنساء القرية يفكرنا في فكرة مبدعة وجميلة وذات خيال مديع وهو إنه الرجال بدل ما تتطاحم في بعض وتحارب بعض وتقتل بعض وتشعل هذه القرية حربا ونارا يلا نحل المشكل بإن إحنا نروأهم ندخلهم حالة من البهجة حالة من الصفاء ونبعدهم عن التفكير بالغل وبالحقد بينهم في محن وإحن وفتن نعمل إيه يا ستات هذه القرية يعملوا إيه بدأوا يخبزوا لهم الأكل ويعملوا لهم الأطعمة والأكلات ده السين فيها حشيش فالناس بتاكل الرجالة تعمل دماغ فتصبح تعرفيه طبعا القاعدة الشهيرة بتاعت الحشيش جبان والخمرة جريئة فتعمل هدوء وحالة من حالات الدماغ الريئة والمبطقة كده واللي عامل دماغ لا وكمان لمزيد يعني من تصدير البهجة لرجال القرية يقرروا جميعهم بنات أوكرانيات ويعني يشاغلنا أزواجهن بهذه الفتنة وبهذا الجمال مضحيات بالغيرة لصالح إبقاء البلد بدون حرب وبدون نار الفكرة عموما قائمة على الشعار اللي ارتفع في أيام حرب بيتنام وفي حروب أخرى يعني ميك لاف دونت ميك وور إنما هنا بينجح الفيلم فنيا جدا في إنه يلمس على كل مشاكل الفتن في لبنان لكن يلمس ويلمس بأيدي وأنامل ميسائية شديدة اللطف والنعومة والجمال وبعدسة وبكاميرات وبكاميرات مخرجة فعلا النديل اللي أبكي مخرجة متميزة للغاية لكن المحور جوا الفيلم كمان هو قصة أمال المسيحية اللي بتحب ربيع المسلم فإحنا طول الوقت قصة الحب بين الدينين دي سواء بشكل رمزي أو بشكل حقيقي لبنان فيها زواج مدني فني في فيلم هلأ لوين يعني وفي زواج مدني في لبنان عموما لكن في الفيلم كان واضح إنه زواج فني كمان زي زواج المدني كده وقصة الأصحاب الديانتين اللي حبوا بعض دي موجودة في أفلام مهمة ومشورلنا برضو على فكرة التعايش 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 عندنا فيلم اسكندريا ليه؟ إبراهيم المسلم الشوعي أحمد زكي في الفيلم وصارة اليهودية المصرية وده فيلم من الأفلام اللي بيشورلنا برضو على التعايش اللي كان موجود وحاضر في السينما في الواقع المصري في الأربعينات والتلاتينات زي مشهد وحالة لطيفة قوي في فيلم لعبة ست لما مشوف إذاك عمبر اللي هو سليمان ناجيب في الفيلم لما بيجي ألمانيا وهتلر يكاد قوات رومل تدخل العالمين ومصر فإذا به يهرب إلى جنوب إفريقيا إذاك عمبر الخواجة الجميل وطول فيلم يقول له الخواجة إذاك يقوم كاتب المحل كله للراجل الفراشي اللي عنده في لعبة ست ناجيب الرحاني وبيقول له والله حلال عليك ولما تكسب ابعتلي فلوس والحالة اللي تعايش الرائع الجميل ده اللي كمان بيتجدد معنا في فيلم حسن ومرقص الأستاذ الكبير فنان العبقري عاد الإمام مع فنان الكبير عمر الشريف حسن ومرقص وإزاي إنه المسيحي يتنكر كأنه مسلم والمسلم يتنكر كأنه مسيحي علشان يواجه حالة التطرف وحالة الفتن أيضا العنوين مهم طبعا حسن ومرقص يفكرك بفيلم حسن ومرقص وكهين فبقى خلاص مفيش كهين وزي ما قلتلكوا ربنا نصر ويفضل مرقص مع حسن يعني لكن كل ده عنوان كبير في السينما العربية والمصرية عنوان البحث عن التعايش عيشوا العيش في السينما هو نداء للعيش في الحياة حالة السينما وصلها سينما متسامحة ومتعايشة ومقدمة يعني حالة التسامح والتعايش ومعبرة أو معظمة القيم دي ولا هي السينما يعني لطاشها التحفز شوية خبطها التسلف شويتين أزاها التطرف يعني أنا أظن أن السينما المصرية بالعكس يا سينما بتعظم من شأن التسامح بس ده جزء من حركة التحفز اللي بقت موجودة في السينما يعني أنا بتقول إن إحنا كل ما بنحاول نطرح حاجة أكتر كل ما بتبقى عندنا يعني زي ما بيقولوا بالبلد على رأسنا بطحة لكن زمان كان فيه سينما برا مفهوم التحفز أو برا مفهوم النظر للآخر سواء الديني أو لو حبينا نتسميه بالأقليات عنهم أقليات يعني حاليا إحنا إنما نشوف نمط المسيحي مثلا في الأفلام إحنا مفكرين إنه مسيحي إحنا عادين طول الوقت بنحسس على الموضوع طول الوقت بنعمل فيلم عن الوحدة الوطنية صحيح ما يفعلش يبقى فيه شخصية مسيحي غير عشان تتكلم عن الوحدة الوطنية كما لو كان ده الموبايل لا وسفي الأفلام بتقدمه يعني خلاص بقت شلة لازم يبقى فيها اسم حد مسيحي علشان يعني تتقدم فكرة التعايش دي بس أنا عايز أفكارك أمير بس باعده عشان نقول لأ يعني باعده عشان نقول إنه التعايش ده موجود بيش طب ده ما كانش موجود في الخمسينات والستينات ليه؟ لأن المجتمع ما كانش محتاج الإنذار ده بس باعدة يبقى موجود فعلشان فيه تطرف وفيه تشاحن يعني فأنت محتاج في السينما تعمل ده ولو على السبيل الوعظي ده قيمة ممكن تتقال بس أنا بتقالي الكاس دايما بيحصل بال يعني بأنك تخلي ده موجود من غير ما تحلو تعمل يعني محب السينما مصلاً ماتفرج عليه دلوقتي كان تجربة لطيفة جداً في ده لأننا نحن 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 فيه في أي عمل يقارن نوعاً يعمل فيلم في بسط مجتمع مسيحي بغض النظر عن نقطة الواحدة والوطنية هما مسيحيين كان ممكن يبقوا مسلمين أو مسيحيين على داخل ده ممكن يكون أضاف خصوصية للفيلم بس ما كانش فيه محاولة توصيل رسالة عن المسيحيين زاي ما نحن نحن نعمل يعني داتك فاكي مسأل فيلم حسن ومورس وكوهين نعم اللي دايما بيدل البيع على الوحدة الوطنية في مصر ويستخدم اسمه كاااا الفيلم ده ما كانش لو ايه عنقا بالوحدة الوطنية فيلم كان عن ثلاثة من بل يا مين عزين بل يا مكاس ثلاثة من النصرين اللي بيشوه على عباس المواطن الموظف المطخونة نطلع عين ويعين ياه فاطمة ماريكا يا شيل ما كانش فيلم عن الصداقة خمس فانا اظن ان اوقات يمكن لما بنحاول نحط خط تحت حاجة كتير زيادة عن اللزوم ما هياش بالدرورة ظاهرة ايجابية ده معناها ان حتى الصانع او المبدع وهو بيفكر وهو ما بيفكرش بالشخصيات والشخصيات بيفكر كرسالة بيفكر عشان كده اقول ايه لقوي الافلام اللي في واقي المصرية اللي كان فيها شخصيات سواء مسيحيين يهود كانت ديانتهم خارج الاطار ده لا او بتاع زمان انما دلوقتي المجتمع وما يحدث فيه ضغط جدا في معالجة الموضوع ده بس انا عايز ارجع اقولك انه ما السلمة الامريكية عملت كده برضه الامير لما مفيش زنوج على الشاشة غير المهن الايه والايه فلما بيحصل قضايا بقى الحياة المدنية اللي فعل حقوق المدنية في امريكا يبدأ يطلع سيدني بوقتيه بطلا ويبدأ القضايا يبقى الاصمر موجودة كل فيلم لازم يكون فيه شخصيات دلوقتي حتى الان الزيجات الابيض مع الاسود والسوداء مع الابيض كلها موجودة في السينما الامريكية للرسالة دي حتى العربي العربي المسلم اللي اكتهم طول الوقت بالارهام بعد الوقتي فيه محاملة في السينما والسينما او الدراما بشكل عام الامريكية بمسلسلات او اكلام وليما فيه العربي الطيب او العربي اللي يشتغل في الموليس الامريكي يعني ما بقاش فكرة مجرد ان احنا نتعامل مع تطرف موظف المجتمع لما تحربوا بالطريقة الفنية دي اللي هي بين السطور او فوق السطور مش بالضرورة مباشرة تستحق الامتعاض يعني مش قاصل بالضرورة ان هي مباشرة او ان هي حاجة تستحق الامتعاض بس يعني هي كانت مراحل انتقالية او مراحل مجتمع نفسه بيعاني من غليان في اللوقت دي فكان فيه بعض الاعمال اللي بتعمل ده وهو ادوء لازم تقوم به بس محدودية تمثيل يعني لو فضلت السينما الامريكية تقدم الامريكان الافريكان او السوداء او عين كان ساملناهم ازاي بس في السياق ده هنا كان هيبقى فيه مشكلة لا السينما ووسعت عن المفهوم ده لا لو انت عايز تعمل فيلم تعالج قضية التطرف او التمزهب اللي احنا فيه ده او مانقدرش نحط راسنا تحت الرمل ونقول انه مفيش مشكلة بتعملها ازاي في السينة انت كمخرج وكاتب بقى لا اكيد اكيد هيبقى فيه يا سيلا اكيد هنا هيبقى فيه قصدية اكيد هيبقى فيه قصدية اللي احنا بنتكلم عليها وده يعني التاني بقول ان دي حاجة مطلوبة ومحتاجينها نفسي بس يبقى فيه رؤية اوسع حتى احنا بننتج خمسين فيلم في السنة لو تعمل خمس افلام بيعملوا ده سيبقى خمسة واربعين برؤية اوسع ايه رأيك بحب السينما كفيلم يعني؟ من الافلام اللي بحبها جدا من الافلام اللي قصيرت فيها زمان وقت ما تعمل جدا انا شايف تجربة جايقة جدا شايف فعلا فيه حاجة وارا بعيدة بحب سينما ما ساوي فيلم مباشرة بحب سينما فيلم فيه رسالة مباشرة عن الفن وعن الخرية مع ذلك هو خارج من ده زكاء متخلص من خلينا نسميها ثوابية اجتماعية في التعامل بعمل فيلم في مجتمع مصري في المسيحيين اللي هم فئة من سكان هذا البلد ومن المصريين فهعمل فيلم في المجتمع بتاعهم مش بعمل فيلم عنهم هنا اللي بقولت زكاء اللي كان عند المؤلف هاني فاوزي المخج ووساما فاوزي وكل صدروا عمل الفيلم احنا منعمل فيلم عن الشخصيات مش عنهم كمسيحيين كلهم مسيحيين ده جزء من هويتهم وده اللي نفسي السينما توصل لهم وده اللي عجبني جدا في الشخصيات اللي عملتها الشهين رضا في الفيلم بعيدا عن ما نقداش تقول ان الفيلم الضيف ما يحملش وسهلة هو فيلم سهلة في حد ذاتنا بس يعني في الآخر حضرتك خرقت عن المماطية ما شكرش حتى ان انت بتكتب كل مشهد للشخصيات شهيني ده كنت بتفكر انا اه لازم اقول انها مسحية لازم هنا احنا ما اكتشف ده في اكت سيبي وانا انت برضو بتتعام خارج المنطق ده لا خالص انا الشخصيات عندي قد يكون بعضها اسماءها بتدل على ديانيتها بس هو فيلم خارج المنظومة دي ده يمكن كان عندي ده في توقيت القاهرة شوية من خلال الأحداث يمكن في علاقة يحيا شكري فان الشخصية اللعبة وانت اخترت يحيا شكري ده على اساس اسمه في حدوطة مصرية اه على اساس الاسم اللي استخدمه يوسف شهيد لنفسه في كل افلامه اسكندرية ليه اسكندرية كامل كامل من اطرف الحاجات في حدوطة مصرية انا بقول له يحيا فقال له وانديان انا قال له المفروض بسيح سبوزو دليه كاسلك سبوزو فهي ممكن علاقة يحيا شو كيف بتوقيت القاهرة بزوجة اللي بنعرف في الفيلم ان هي يهودية والأزمة اللي بتحصل بينه وبين ابنه المتزمد بسبب ده كان فيها شوية اه بنانخارط جميع الفيخة في شيء من المباشرة للمجتمع لا بس انها بخاف من ان الفيلم تصنع بمانطق الصوابية او بمانطق الصوابية بس يعني دايما بوصد ان الفيلم انا في حاجة ادفى من كده في حاجة في علاقات انسانية بتتجاهد وفي الاخر ده فن برضي يعني نكمل بالحمس ايه اللي الشيك ده ضدك دول يعني ما قريد ايه المصلح مع الناظر او اي حاجة انا بعترف اني دربته انا بعترف اني دربته اشتركوا في القناة